خطيئة خطر يقول لك المرأة داتك في المرأة جلوك لما كاش منها ماشي صح هذا غير صحيح شوف خرج برأة شوف يلا كان المرأة يحترموها وفي الميرات كذلك دين تكلب طالبين بالمساواة ايه بسح الدين الدينة حبيت طرد نفقه في الدين ما هيش حصة دينية لكن فهم الدين نطالب في المساواة ونقول لك على شما طالب موساة أنا مانيش مسلمة كثير من التونسيين ولا العلماء طهر بالحداد ولا أركو وماذا مذهبهم لا واش من المذهب نفس المذهب شمال إفريقية كامل كيف كيف شوف يفكر الدين كان المنسك لما تقدرش تدنالي خمس صلاوات وشهادة هذوك هذوك ما تقدرش تغيرهم لكن خلال طريقة الحياة طريقة تسيير الحياة يقول لك زمان علش المرأة تورث مصر حبيت الولي وماني شنفقها لذكروا مثل حفظ الأنتين خطر يقول لك هذاك الوقت أنا نثبت كانوا يفهمون علش يقولوا بس كل مرأة تورث من أبوها وتورث من زوجها يا سيدينا عملوا هذا المرأة نزادت وما تزوجت عش ما تديش نفسه أنا رزقي أنا خدمته لا يغضي بالله أنا أظن لا يغضي بالله ولكني واحد يقول لي يغضي بالله هاد الشي فالعدالة في الميراث يقابلني يفهمني علاش يعطيني اللوب خطر شلو كان أنا وليدي وبنتي اللي جبتهم بنفس طريقة وربيتهم كيف كيف وعندي ملك ونعطي لهم نص نص فيما يغضي بالله هذا هو يجاوبني فيما يغضي بالله ربما كيل كثير من النساء لا يمتلكون هذه القناعة نعم هذه القناعة سيدة عوشة بخير سيدة ناديا دريدي ما رأيك في هذا الكلام هل لابد من العدالة والمساواة بين المرأة والرجل أنا في ميرات ولا أنا ثاني من نرفض هذه تعليقة يديروا فرق ما بين مرأة أنت كذلك تطالبين بالمساواة في الميرات أنا نشوف الميرات في الحق يديروا كيف كيف عائلة تقسم كما قلت لك ولادها حقيقة أنا كيف كيف كون عندي ميرات كما يقول لك نقسمها ما بين ولادي ما نديرش فرق ما بين البنت وما بين الوالد باش ما نديرش ربما كما قلت لك ولكن ما نعملوش بالنص الشرعي؟ نعملوش بالآية مرآنية مثلا؟ نعملوه بالدين صحي دين في صفاء عماما مهوش ولكن الدين الذي يقوم على القرآن سبحان الله أنا من خالف شديني أنا حاجة وحدة مثلا هذا رأيي بما لا 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 اجتهاد مع آية سبحانه لا 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 مع القرآن لا اجتهاد سيدة عوشة بختين حتى لا ندخل في نقاش دينية على كل حالة ما ديت ندير نقاش دينية لا نعم أتفق معك هذا في سبيل في ظل الحديث نعم سيدة نادية دريد مثلا في القرآن في صورة النساء يقول ربي عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يعني في إطار الحقوق هذه آية في القرآن لا يمكن أن تتأكد منها